نبتدي قبل الشهرة نرجع معاكم كده خطوة وراء كنا لسه بتكلمنا ودينا مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصري مصنع للنجوم إزاي المكان ده قدر فعلاً يعني يشكل كده زي ما بيقوله شخصية سراج وشخصية نوع أولاً مركز الإبداع من المميزات فيه أن انت بتتعلم بالممارسة على مدى فترة طويلة فانت مش بتاخد كلام نظري أنت طول الوقت بتمارس مش بس التمثيل ولكن كمان بتوسع خيالك عشان بتعمل ارتجالات جديدة بتتعلم من المجموعة لحواليك لأنه في منهم ناس من مراحل عمرية مختلفة وتجارب مختلفة في التمثيل وطول الوقت أستاذ خالد بيوجهك يوريك أي نقط ضعفك اللي ممكن تشتغل عليها أي نقط قوتك اللي مفروض تسقيرها أكتر وهو ده متهالي الميزة في المكان أنت بتمارس ده طول الوقت سراج لا هو مركز الإبداع حلم يعني هو حلم الناس كتيرة جدا وخصوصا بعد تجربتي في ستار أكاديمي طلعت ناس كتيرة قادت تقول لي لازم تمثل فكنت تاية هفش عارف عامل ايه أغني ولا مرح وخايف من تجربة انه الناس تبقى حباك في برنامج فلما تيجي تمثل وانت ما عندكش خبرة وانت مش جاهز فتلبس في شجرة والناس تقول ايه ده هو داخل وسطة ده ولا مزقوق عارف الحاجات دي انا خفت اوي من كم جملة دول فكنت حس ان انا نفسي بقى جاهز لغاية لما روحت بقى مركز الإبداع الفني وعيشنا بقى لنا ثلاث سنين كده عايش في تجربة فنية ممتعة جبارة يعني من اول ما دخلتها لغاية لما وصلنا لعرض حاجة خوف يعني بتقال دايما على خالد جلال اللي هو مكتشف المواهب الشابة هو صنع النجوم بالفعل احنا بنشوفكم النجوم فعلا مصرحات الشهرة يمكن هي بتجسد واقع انتو عشتوه خلال فترة مركز الإبداع وازاي وصلتوا في الاخر انتو بقيتوا فناني مشهورين ومعروفين وناس كمان بتستمتع باللي انتو بتقدموه من فن رقي ومهم جدا كلموني عن تجربتكو هناك وازاي انتو شفتوا بقى مصرحات الشهرة دي لما اتعرضت كمان في مدينة العالمين الجديدة وفي مهرجان العالمين اللي كان بيضم عدد كبير جدا مش من مصر بس لكن كمان كان فيه جاليات عربية كتير حضرت الحفلة احنا طبعا شرفنا انه العرض بتاع الشهرة هو اللي افتتح المصرح بتاع العالمين في المهرجان فدي كانت ميزة جميلة ومسئولية كبيرة متهيقلي ان احنا يعني حققنا فيها نجاح مش بطال ابدا الحمد لله وهي فعلا زي ما حريك قلتي هو المصرحية بتدور قصتها على المدرسة اللي واحد بيدخلها عشان يتعلم فيها والمواقف اللي بتحصل له جوه وقريبة جدا منها الحقيقة هي حصياتك في الواقع انكم بتمثلوا حياتكم انت كلكم كلوك اعزين مشهورين والجوم هي اعتبر قصة حياة مركز الابداع الفني وستاذ خالد كان بيعتبرها كده يعني وفي تفاصيل كتير جوه المصرحية هي حاجات احنا حسين ان احنا عشناها جوه المركز غير الدفعات اللي قبل كده يعني هو حتى كمان وستاذ خالد لما جي جمع التجميع دي هي من طلبة حاليين في مركز الابداع الفني ومن طلبة قبل كده في مركز الابداع الفني عمل منتخب كده من الطلبة اللي تخرجوا مع الطلبة اللي موجودين والحقيقة دي كانت سيخة كبيرة جدا يعني من اساس خالد جلال ومن الشركة المتحدة وشركة دي اس ان هم يعملوا افتتاح مهرجان العالمين بمواهب جديدة وفنانين جداد كانوا يقدروا يجيبوا اي نجوم هم عايزينهم يعني فكانت الحقيقة مسئولية كبيرة وكل ده اساس خالد ووصلهن وكمان كنا باللعب مين بقى يعني هناك مصرحيات كبيرة اساس كريم محمود عبدالعزيز والاساس أشرف عبدالباقي اساس حسن الرداد فنجوم كبار فكنا حسين بجد ان احنا راحين في مسئولية كبيرة ده تقليل دايما الشركة المتحدة بتتبع فكرة الدفع بالشباب في المواهب كلها سواء تمثيل او في الانتاج الفني او الاخراج او غيره ده دايما يعني نهجي بنشوفه للشركة المتحدة